جريمة جديدة بحق النساء فقد عثر صباحا على المواطنة غزل أكرم بشارة من موليد عام 1996 جثة هامدة في منزلها الكائن في بلدة قب الياس بعدما قتلها زوجها روني فؤاد شتيوي موليد 1988 الطبيب الشرعي حضر إلى المنزل وعين المغدورة قائلا إنها قضت إثر الضرب بآلات حادة وأخرى زجاجية ليتم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى البقاع وليسلم الزوج نفسه بعد وقت قليل من وقوع الجريمة إلى مخفر شتورة إشارة إلى أن الزوجين مضى على زواجهما أربعة أشهر فقط وفي البقاع الأوسط وقعت جريمة قتل بعد إشكال بين شخصين من التابعية السورية على أحد الطرقات الفرعية في بلدة الدلهمية وقد تطور الإشكال إلى إطلاق نار ببرودة صيد مما أدى إلى مقتل حسن لعويد وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث يذكر أن القاتل يدعى مروان مجهول باقي الهوية وهو لا يزال فارا وفي بلدة مقن البقاعية أطلق علي شعلان المقداد وبرفقته على عدنان المقداد النار على أرملة حسين المقداد وعلى أولادها الخمسة وأصابهم في الأقدام وقد تم نقلهم إلى مستشفى دار الحكمة للمعالجة وذلك بعد خلاف عائلي أما مطلق النار ومرافقه فقد فراء إلى جهة مجهولة